النهاردة كان النادي الاهلي مع تالت مبارياته جولة التالتة وعلى استاد الجيش ببرج العرب النادي الاهلي النهاردة بتعادل مع شباب بلوزداد تعادل سلبي طبعا دي نتائج بتاعت التالت مباريات اللي تلعبوا النهاردة في دوري أبطال أفريقيا الاهلي وزي ما قلنا تعادل سلبي مع شباب بلوزداد مديامة في واحد واحد مع ينجا أفريكانز في نفس مجموعة النادي الاهلي المجموعة الرابعة وطبعا كان فيه مباراة في المجموعة التالتة ويمكن لسه المباراة خلصانة منذ اللحظات والنجم السحلي التونسي بيفوز في ملعبه في رادس على الهلال السوداني واحد صف طبعا أكيد نتيجة مهمة جدا بالنسبة للنجم السحلي خصوصا بعد ما خسر أول مباراتين لقدام بيترو أتلتكو هو خسر في ملعبه في تونس وقبلها كان خسارة في الديربي التونسي قدام الترجي فخلينا نقول النهاردة النجم السحلي بيرجع له أماله في المنافسة على السعود للدور التالي طيب دي طبعا بالنسبة زي ما بقول لحضرتك لما تشين في المجموعة الرابعة طبعا يمكن هي المجموعة اللي تهمنا الناس النهاردة يمكن جمهور النادي الآلي لو تسأل أي حد هتلاقيه يعني بعد المباراة مش مبسوط بالنتيج لأن النادي الآلي خلينا نقول أما يتعادل ويبقى التعادل دوت على أرضه هنا في مصر يعني فخلينا نقول النادي الآلي بيواصل سلسلة مبارياته يعني أنا مش عايز أقول السلبية ولكن يمكن النتائج الفترة الأخيرة يمكن مش أحسن حاجة الأداء الفترة الأخيرة بالنسبة للنادي الآلي مش أحسن حاجة اللياقة البدنية وناس كتير بتتكلم وإحنا هنا بنتكلم كتير قوي في اللياقة البدنية برضو مش أحسن حاجة إحنا ما تعودناش إن إحنا نشوف النادي الآلي لفترة طويلة عنده مشاكل يعني إحنا شفنا النادي الآلي على مدار المباريات اللي فاتت كلها حتلاقيه عادي النهاردة بيتعادل على ملعبه في مصر قدام شباب بلوزداد عادي برضو في مصر بيتلاقيه بيتعادل مع سينبا في الدور الأفريقي عادي إن هو بيتعادل مع ساندونس برضو هنا في مصر فالموضوع كان الأول أما الأهل بيعمل نتيجة سلبية في مصر ده يعني بتبقى يعني حاجة كبيرة فدلوقتي الأمور بدأت تختلف حتى تعادل مع سموحها برضو في بطولة الدور هنا في مصر حتى تعادل مع الجونة في المباراة اللي تلعبت في الجونة فلا في مشاكل في مشاكل في النادي الأهلي أولها وأهمها اللي أقل بدنية بتاعت اللعيبة مش كويسة سانيا وسالسا ورابعا وعشرا إهدار الفرص السهلة وخلينا برضو علشان نكون منصفين لازم برضو نقول إن مع الحاجات دي لازم نقول إن فيه برضو سوق حظ برضو كبير بيواجه لعيبة النادي الأهلي بتتجلأ في بعض الكرات وفي بعض الفرص لأبرزها على الإطلاق النهاردة الكرة بتاعة حسين الشحات رأسية حسين الشحات الشوت التاني الكرة اللي عملها لبير سيتاو ورفع عينيه وحطها له من وراء المدفعين وطالع رئيس مبولحي حرس المرمى وحسين يعني خلينا نقول بلمسة كلها زكاء وحساسية عالية وتوجيه عمل فيها كل حاجة إلا إن الكرة مش عايزة تخش الجو كرة بتخبط في العرضة وبترد حتى مش عايزة ترد لحد من لعيبة الأهلي بترد للمدافع كرة كل الناس شايفاها دخلة وبعد كده تتفاجئ إنه كرة ففيه سوق حظ برضو وسوق توفيق أه طبع فيه برضو سوق توفيق ولكن حرجع أقولك إن المشكلة الرئيسية اللي بتبان بالنسبة لك هي إهدار الفرص السهلة اللي بانت في الشوت الأول نادي الأهلي في الشوت الأول يقدر يحسم الشوت الأول بتلات أربع أهداف على أقل تقديل خلينا نقول نادي الأهلي لعب شوت خمسة واربعين دي خلينا نقول شوت جيد اللعيبة قدت كان فيه تحركات بالكورة ومن غير كورة شفنا في نص الملعب الشغل اللي كان معمول مروان الراجل قاعد ثابت الشغل التبادلي اللي كان ما بين ديانج وقفشة اتعمل بشكل كويس قوي بنشوف قفشة ما بينزل ديانج بيروح يزود مع التلات مهاجمين ديانج ما بينزل قفشة هو اللي بيروح وبيزود الناحية الهجومية شفنا شغل لبرستاو مع محمد هاني من ناحية اليمين شغل كان عمل خطورة كبيرة نفس الحال بالنسبة لحسين الشحات وعلي معلول اللي طلع كتير وهاجم كتير وعمل عرضيات كتير ولكن بتوصل في الكورة في الآخر علشان تنهي الهجمة ما بيبقاش في توفيق بيبقى في تسرع بيبقى في رعونة وزي ما احنا بنقول كرة زي فرصة حسين الشحات اللي في الشوت التاني ده انت بتقول بدلك وده سوق حز ولكن عندك بعض الكرات او بعض الفرص اللي كانت سهلة ويقدر النادي الاهلي يستغلها ولكن خلينا نقول ان طريقة التعامل لا بتبقى طريق التعامل غلط وزي ما ضربنا المثل بكرة حسين الشحات في سوق الحز نضرب مثل بكرة بيرسيتاو وانفراد بيرسيتاو الشوت الاولاني من الكرة اللي عملها قفشة بينية وفوتها كهربا وراح الراجل انفرد ودخل وكان مستريح وعنده وقت يفكر 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 اتأخر بشكل كبير جدا بيرسيتاو لحد ما لقى نفسه خلاص رئيس بلحي طالع عليه وقفل عليه الدنيا وفضل ماشي بكرة لحد ما بقى في حضنه وضع طبيعي جدا اما يجي بعد كده يتسرب فيها وضع طبيعي انها تغبط فجون ويديع هدف مؤكد انما اشتغل النادي الاهلي وشوفنا كهربا ازاي كان بيستلم الكرة وبيلفوا بيشوتوا الرئيس بلحي بيطلع شوفنا رأسية ربي ربيعة اللي جات من جنب العرضة شوفنا اختراقات لحسين الشحات وازاي يستخدم مهارته بشكل كبير في الشوت الاولاني الاختراقات من ناحية الشمال وازاي بيثبت المدافع وياخده على جوه خطورة كبيرة جدا للنادي الاهلي كان يقدر النادي الاهلي انه هو يسجل اهداف تلات اربع اهداف الشوت الاول ولكن فشل النادي الاهلي في تسجيل الاهداف رغم التكتل اللي عمله فريق شباب بالوزداد موسيقى 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 موسيقى